الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشفي الإنسان الجواغل وحقد وكراهية ومرارة هي دخول المسيح إلى قلبه يعني يدخل المسيح لقلب؟ يعني المسيح ييجي يسكن جوه قلبك إزاي يسكن جوه قلبك؟ إن أنا أقوله يا رب من فضلك أنا مش قادر أتشفي أنا موجوع أنا جوه غل أنا مش قادر أتحكم في نفسي يا رب تعالى تعالى غير إلا أنا مش قادر أغيره أنت تقدر أنا ما أقدرش المسيح الوحيد اللي عنده الإمكانية أنه هو يغيرك المسيح الوحيد اللي بتعليم يقول أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا للذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات ما سمع نهاش في أي فلسفة ولا أي ديانة ولا أي مكان الوحيد اللي عنده القدرة على تغيير الإنسان داخليا هو المسيح والاختبار المسيحي يشهد عن ذلك يعني حليك بتتكلم على ناس أو قابلت ناس وأنا طبعا من خلفها إسلامية وحصل معايا ده شخصيا وقابلت ناس كتيرة في حياتي المسيحية لقيت أن الحاجة الأساسية اللي بتخلي الناس تقبل عمل المسيح هي الاختبارات والتغيرات الحقيقية من قبل ما يبتدي أنه هو يقرأ كتاب المقدس ولا يدرسه ولا ولا تعامل الله مع قلبه وتغييره وانتلاك السلام الذي يفتقده على حياته هو ده الحاجة الأساسية اللي بيديها المسيح ولا يعرف يديها أي حد تاني اشتركوا في القناة